إذا أراد الرب أن يعلن عن ذاته بهذه الطريقة هل يقدر أن يعلن عن ذاته أن الإنسان المخلوق على صورة الله فإن الله يتخذ جسد إنسان لخلاص الإنسان وهل هذا شيء صعب أو مستحيل على الله وهل إذا هذا الجسد يعني اللي اتخذه يسوع المسيح هل حجب اللهوت اللهوت لا تحد جسد ولا مسافات ولا سموات ولا أرض فواضح لما بتقرأ الإنجيل المقدس بتشوف أن يسوع المسيح كان قادر على كل شيء حاضر في كل زمان ومكان وتخيل أنه عم بطالب أنه لما تصلوا يعني أنا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط يعني تخيل كم من الملايين الاجتماعات التي تعقد يوميا يسوع موجود حاضر في كل مكان في كل زمان هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذا هو غير محدود بأي أسلوب أو طريقة نفهمها فأفضل أسلوب وأفضل طريقة أنه نرجع للكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر